السلام عليكم ورحمة الله I hope you all have a great day like the content will be إن شاء الله معيكو فاطمة محمد علي سنة تانية علوم القاهرة قسم بايو تكنولوجي عنوان محاضرة النهاردة How can we link the academic syllabus as we get with the scientific research إزاي إن أنا هقدر أربط بين المناهج الأكاديمية اللي احنا بناخدها في الجامعة وبين البحث العلمي لو حبيت أن أنا أرمز للمنهج الأكاديمي بX and for the scientific research with Y فأنا دلوقتي عايزة أعرف إزاي هربط بين X وبين Y وبدئيا عشان أعرف أعمل كلام ده لازم أعرف الأول ما هي تX وما هي تY ثانيا لازم أعرف هل أصلا ينفع يرتبطوا ببعض أو لا I'm sure they can ثالثا لازم أسأل إزاي I need to know the mechanism ومش بس أن أنا أعرف المكانزم I need to know the most suitable mechanism can be done علشان أربط بين X وبين Y فبدئا بالشق الأول هو المنهج الأكاديمي المنهج الأكاديمي ما هو إلا علم وبالتالي ما هو العلم In E-science العلم هو تطبيق المعرفة اللي أنا قدرت أحصل عليها هو الأداء اللي أنا بيها بقدر أستكشف الكون بقدر أستكشف الـ surrounding The different elements in the surrounding How they work together How different elements adapt in different surrounding وفهمي للكلام ده هو اللي بيمكنني أن أنا قادر أبتكر تقنيات جديدة أيسر بها حياة الناس ولما أعمل ده بكون حققت الهدف من وجودي أصلا وهو عمارة الأرض العلم يقال عليه أنه هو سلاح دوح الدين وده كونسلت أنا ممكن أطبعه على كل حاجة تقريبا للشيء إن أحسنت استخدامه فهو نعمة وإن أسأت وطبيعة يتقلب نقص أما بالنسبة لنعمة العلم هتشوفها لما تتعامل مع شخص متعلم بس متعلم بكل ما تعانين الكلمة يعني واحد سوي شخص متزم من الآخر كده عارف هو بيعمل إيه شخص قادر أنه هو يرتب أولوياته ينظم وقته يكونترولهنسلف عارف إمتى أنا هشتغل وإمتى هجاب ميسلف وإن أحتاجه وإن أحسنته أصلا أو أستطيع أن أخبره شخص قادر ياخد قرارات ويقارن بين حاجتين مش مبنية على هواه لا مبنية على العلم اللي عنده قادر ينقض الشيء نقد بناء نقد سليم برضو مبني على العلم اللي عنده ومن أهم صفات في الشخص ده أنه شخص غير مشتت بالمرة زي ما قلت عارف هو بيعمل إيه ويمكن دي الصفة اللي كلنا بنعيني من مش هقول من غيابها ولكن وعشان تبقى طالب علم شخص متعلم بكل ما تعانيه الكلمة يجب أن تبقى طالب علم بإدراك بإدراك الكلام بتاعته خلاص انت اخترت الطريق واخترت ان انت تكون طالب علم هناك طالب علم نمبر بون لازم ان انا اغير البرسبكتف بتاعي عن كل حاجة لذا يجب أن تغيير البرسبكتف البرسبكتف بقى عن الجامعة اللي بنبقى داخلينا او احنا مش راضين عن القسم بتاع حضرتك يعني احنا ملحقناش اصلا نتعرف هالقسم عشان نحكم عليه ولكن احنا مش عايزينه عن كتير من المنتورز بتاعنا عن تقليل كل حاجة لكاد يكون عن ظروفنا كمان الاجتماعية لما مكونش برضو راضين عنا او مكن اقول او مكن اقول كلها ستايلز مختلفة لنفس السؤال واليجابة واحدة لايزم هعمل ستابس دي افعلوات ستاب باستاب ودعب سكپنج ايمن مقدرش اسكپ اي واحدة منهم وده طبعا نتيجة لأهميتها ومش هاضر ابتدي في الستابس دي غير لما قلنا ان انا هعمل او هجهز المناخ بتاعي يعني ان انا هغير الانفارمينت بتاعتي او بتاعي اخليه اتريتد وانا هعمل ده ازاي هعمل ده انطرين انا هترجط تلات حاجات تلات حاجات اف اتريتدهم ان اتريتهم وانا هنأت بتعلم كيف هعرف ازاي ان انا هكون غيرت على المكان اللي انا فيه لازم ابعد عن الناس ودعت ان ريزن او من غير اي سابق مقدمات خلاص بيتججد القسم اللي هم فيه وخلاص القسم ده واحش وانا مش عايزايا ومش هاجبني محبتهوش وانا تسمع هذا الناس وانا تسمع هذا الناس وانا تسمع هذا الناس وانا تسمع هذا الناس ليلي ان انا مقدرش احكم على حاجة غير لما اجربها انا عارف ان انا مش هضيع الاربع سنين من عمري وانا بجرب حاجة بس لا انت المفروض هتقعد للفترة الاولانية وده لانا هقوله ان انا ازاي اعرف المكان بتاعي وبالتالي انا هقرد ان انا هكمل او لا ولو هكمل انا هكمل صح ازاي مشان انا بس هكمل ازاي انا هكمل صح ازاي طيب على سبيل المثال انا هو دخل تكلية بايتكنولوجيا جالي التنسيق وعلوم وانا انا هدخل بايتكنولوجيا ابتدي اعرف يعني ما باي تيكنولوجي؟ يعني ما الكلمة دي يعني ، ينظرر هذا الن Yahya من هو كم ي الدول السنohari؟ طب كان الكلمة دي أو العلم ده أكيد مجاش من العدم.fonos لكن لي كنت قصة لازم تعرف القصة دي لازم تعرفه القصة دي مش بس عشان تكون فاهم مجالك عهي معنده يجي يسألك بعد كدة يعني ما باي تيكنولوجيا أول انت هتطلع منها ونحن لازم تكون فاهم. طب محب دوتة البي هو ده اخر أنت speculativeلب techniques؟ هذا الآن اللي نريد أن تفعيد المستлет live يريد اول حاجة ان اعمل. هادي اعرف ايه المجال ده اقرأ عنه. شوف كده كان فيديو. طب ايه اهميته. اهميته هتبين في الابليكيشنز بتاعته. هادي اقرأ عن الابليكيشنز. طب هادي اقرأ كمان عن الباينيرز في المجال ده. اه ده مين من الرواد مين من الاخر كده مين اللي اسسوا المجال ده. طيب. هادي كده اسأل لبكاترة والناس الحاليه وصحابي والفيسبوك اه هي الكلة دي كانت يعني دخلت امتا الجامعة يعني بقالها مسلا حداشر سنة ولا بقالها قد ايه يعني صيام الشكلة مش قديم زي صيدالة بقالها حوالي مسلا بعد ثلاثين سنة ايجاس. فانت هتعب تعرف كده المكان اللي انت فيه ده توجد امتا. بالاخر كده ايه حدودة ايه حدودة المكان ده? صح كده? طيب. هاعمل ايه كمان? هاو ده اعرف المجال ده. اعز باية تكنولوجيا زي ما قلنا على سبيل المثال اه ايه العلوم اللي لازم اكون اعرفها او فهم قدر محترم منها عشان اقول ان انا خرجت من الكلية دي او انا خريجة باية تكنولوجيا. يعني مثلا من ضمن المواد اه فزيكال كامستري وانا لا تكال كامستري. ما ينفعش اكون خريجة باية تكنولوجيا وانا مش فهمة الموايد دي. وطبعا انا مش فهمة كلمة موايدي يعني ان انا جيب اقفل في المبدأ. لأ. ان انا اكون فهمة علم. واكده لما حدش بيادر افهم العلم ولكن بفهم اساسيات العلم ده. والقدر الكافي منه والرليتة دي مجالي. بعد كده هاو ده اسألي. ايه فرص العمل اللي لما اخرج من الكلية دي هاشتغلها. انها ده هاشتغلين. انا ده مثلا قدامي خمس. خمس انواع من الشوق. هكتابهم برضو الخريطة. هلاقي كمان تدريبات المفروض ان انا اخدها. او في حاجات كتير او ممكن تتطوع فيها. هكتب كل الكلام ده. كل الكلام ده لو نظمته. هيطلع لي كده تلت خرايط بيكونولي خريطة واحدة كبيرة. الخريطة الخريطة الكبيرة دي. هي دي اللي انا بعد اخر سنة هكون عملت هايلويت او حددت الحاجات اللي انا فيها. واللي انا حاجات اللي انا انجزتها عملتها صح. والشغل اللي انا كنت عايزاية. الحاجات اللي انا اطوعت فيها اللي انا استفدت منها. طيب. الخريطة الكبيرة دي هتبقى مكونة من ثلاث خرائط اساسية. خريطة العلم. او ممكن اقول خريطة المنهج العلمي. آآ تاني خريطة خريطة التدريبات وتطوع. خريطة التالتة وهي خريطة السغل. ممكن جنبهم خريطة مهمة برضو. لان دي بتدت المجال ده ده ندخل مصر بقى لفترة. هو خريطة ريادة الاعمال. ازاي ما جالي ده هقدر ابقى رائدة اعمال فيه. وبالتالي اصلا المقرر ريادة الاعمال اللي هتلاحظوا ان هو بقى بيدرس في جامعات كتير قوي في كل الكلية تقريبا. يعني ممكن اقول خريطة الأساسية بتاعتك. بدأ بقى بالخريطة الاولانية اللي هي خريطة العلم اللي كان سؤالها اه هو ايه هي العلوم اللي انا لازم اكون فهماها عشان اقدر اقول ان انا طالبت بايد اكنارش. عارف الكلام ده مني. اللي هيساعدني ان انا عارف كزا حاجة. اولهم مسلا الكلية. ان انا هسأل الطلبة اللي فوقية او هسأل من ابتحاد الطلبة علوم شباب انا عايزة لست بالمواد كده اللي انا هاخدها اه خلال الاربع سنين. او هتتبعت لي بقى انا كده حضرتك معاك لست بالمواد باسماء المواد اللي هتاخدها على مدار الاربع سنين. طب دي بالنسبة للكلية. هدخل كمان على موقع اسمه كورا. كيو يو او ار اي. هتسأل كده اه وتشوف الناس قريدي كانت تعالى الاسئلة دي. ايه هي اهم او ايه هي البيزيك ساينسز اللي لازم خضرتك كنوني عارفها لبايو تكنولوجيا عشان تبقى فاهم بايو تكنولوجيا. ازاي بتدي ادرس بايو تكنولوجيا. كفاهم ودراسة وعلم وكده. طيب. تمام انا عرفت. هكتب الكلام ده برضو في خريطة هعمل لست كده النفسي. او انا محتاجة دي هي المواد اللي انا هدرسها. طب هعمل انا. همسك المواد دي واقض اقرأ فيها بالترتيب. همسك مسلا انا هو واحد داخل اولى هلاقي ان من ضمن المواد عندي اه اه اين دي اورجانيك كيمسري اورجانيك كيمسري افاهم. طب تعالوا مسلا على سبيل المثال في اورجانيك كيمسري انا عارف واخة من سنوية مع اني عارفة ان فيه دفعات يعني دفع دايات الدخلت تقريبا وتشايل منهم حاجات. يعني مش عارفين تقريبا كمينة اورجانيك كيمسري. بس انا افترض ان حضرتك واخة عن الالكينز، الكينز، الكهولز، أسترز احنا فهمين وعارفين الرياكشنز وحفظينها زي أسامينة ولكن لو حد بعد اللي متحنجي سألك فحاجة فيها تشرح له أو تحكيه له زي سرد كده القصة مش هتعرف إلا قلة قليلة جداً يعني إن كانوا كمان موجودين وده معناي ده معناي إن حضرتك لازم تكون honest with yourself وده بداية النجاح إن حضرتك لازم تكون صادق مع نفسك لازم تصدق القول مع نفسك أو يعني هتعمل إيه بالزبط هجل المواد دي اللي قلت نسألة عليها الأرجان الكيمسري أمش فاهم حضرتك إنت كمان لو سألتك عن الأطم أنت مش هتفهم مش هتعرف لو سيد محمد مش هتعرف تعرفها ولي مش هتعرف تديني دفناشن كده يعني زي ما بيقولوا شافي وكافي ووايفي عني يعني إيه هي الضرة بل بالعكس أنا ممكن لو ترك لقاطم تقولي زرة مع أنت هدرستك بالإنجليش أصلا وبالتالي هنا نحن هندخل في مشكلة اللغة بس قبل ما ندخل في المشكلة ديت أو في الموضوع ده مش هنسميها مشكلة لازم هنا هقول إن العلوم اللي أنا عملت بيها لازت ديت لازم أكون فهمها طب أنا هفهمها إزاي وأنا مش فهم الأساس أصلا يعني أنا إزاي أكون فهم بقى فإزاك الكيمستري وبقى أخد كوشتس في باوينفرماتيكس وهعمل كذا وكذا وأنا مش فهم الأساس أصلا أنا هعمل كده إزاي هنعرف إزاي وأحكي لكو حدوتة كده لو في واحد عايز يفهم أو يعرف كل العمير اللي موجودة في كل الدول وكل المبينة بأشكالها المختلفة بعدد الأدوار اللي فيها بكل حاجة وده طبعا حاجة يعني مش هقولش بها مستحيلة لا هي أورادي مستحيلة طيب هو الأستاذ ده هيعمل كده إزاي هو عايز يعمل ده عايز يكون فهم بكل حاجة طيب لو أنا قلت لك إن كل المبينة دي كلها باختلاف أنواعها مكونة من خمس أنواع من أنواع الطوب على سبيل المثال يعني فمين أسهل أو مين أحسن وأعتقد الإجابة واضحة إن أنا هاعد أقرأ عن الخمس أنواع دول وفهمهم كويس جدا 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 لدرجة أنا أشربهم وبعد كده هاعد أقرأ بقى عن أي مبنى بقى أي إن كان خلاص أنا فهمه وعب مكون من إيه ده مش عارب البلوكس 2 و 3 ده 1 و 3 ده 5 و 2 ولا إن حضرتك ما تكونش فهم أصلاً الطوب دوت ولا أنواعه وتقرأ لي في كل مبنى شوية وتتنطط من بلد لبلد هيبقى عندك علم ولكن مش هيتعدى إلى 40% كمان يعني إن كنت أنا ببالغي يعني مش هتعرف تشرح لحد كويس حتى لو أنت بتعرف تشرح هتلاقي إن هيجي سؤال وهتوقف عنده إنت هتبقى لما تد لما تبقى أب مش هتعرف تشرح لعيالك كويس هتحس إن لأ أنا جزء معين وهتلاقي هنا بقى روابطة للناس اللي بيدخلوا لأ أنا مجال ده سوري أنا مليش دعوة بالمعس أنا كنت أعلمي علوم طبعاً الكلام ده زي ما قلنا أنا أنا هغار البرسبكتب بتاعي أنا بقيت طالب علم أنا بقى لية في كل حاجة بس كمجال أنا مختصة بالمجال ده أكتر حاجة أنا مركز عليها والباقي لازم أكون واخد فكرة عنهم أعرف عن كل شيء شيء وأعرف عن شيء كل شيء ومكملين في الخريطة بتاعتنا واللي هي طريقة إن أنا هتعرف على المكان اللي أنا فيه من ضمن الحاجات اللي أنا عرفت عليها وعرفت إن المجال اللي أنا هشتغل فيه إن أنا هشتغل في معمل طب المعمل ده في أجهزة فأنا لازم أكون أعرف الأجهزة دي لازم أكون أعرف الجهاز ده شغال إزاي اللي الكلام اللي أنا بقوله ده يعني أنا لازم أكون على دراية ب وهو ده الفولدر اللي أنا قلت عليه في اللابتوب اللي هو هجيبي هنا برضو هعود أدور على نت أو هسأل ناس آآ يا جماعة إيه هي أهم الأجهزة المستخدمة في المجال ده هيقول لك كذا 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 من ضمن مسأل أجهزة جهاز الجهاز الجهاز ده بيشتغل بأنه تكنيك تكنيك اسمه وأنا ما ينفعش أقول من غير ما أقول الاسم بتاعه في بطنية لازم أقول طب أنا مطالب مني أعمل إيه علشان أنا أنا خارجة لسؤال عمل أنا أكون فاهمة إيه اللي بيحصلوا من وأنا حتى في الدراسة جهاز ده على سبيل المسائل عايز أعرف تركيب الجهاز أول حاجة اسم الجهاز تاني حاجة تاريخ اكتشافه ومين اللي اكتشفه وإيه اللي حصل تمام الحدودة يعني حاجة اسم الجهاز بتاعته الجهاز ده بيشتغل إزاي بيشتغل إزاي يعني أنا كده بقول عايز أعرف التكنيك بتاعه يعني أنا عايز أفهم يعني إيه بي سي آر يعني إيه بالتالي هادخل هنا بعد كده في البروتوكول وإنا لازم نكون عارفين إن لكل التكنيك التكنيك الواحد كذا لكن البروتوكول هو معمول لتكنيك واحد طيب عشان تكونوا فاهمين يعني أكتر كلمة بروتوكول أو تكنيك لو شبهت الموضوع بالطبخة فأنا عندي الجهاز يعني ممكن أشبهه بي الحلة يعني أول الحاجة اللي بيحصل فيها بتاعي طب الجهاز ده جوا التكنيك اللي أنا بقش بيشتغل بالتكنيك ألا وهي ممكن أقول الانجريديينس بتاعتي صح؟ في نسبة تختلف بقى في كميات الانجريديينس أو طريقة استخدام الانجريديينس دي أنا معي نفس الخيارة ونفس التماطن ونفس كل حاجة بس واحد هيقشرها واحد هيقطعها سلايسس واحد هيضحنها واحد هنا ده بقى البروتوكول طيب هبني أنا هعرف وهبني عندي معرفة بالدفايسز ازاي؟ بنفس الحاجة باستخدام باستخدام اليوتيوب بنفس كل الحاجات اللي قلناهم بس هنبتدي نتدرك شوية ان انا مثلا ده جهاز ففيه شركات منتجة ليه فمسلا هلايه زي شركة بايوراد زي ثيرمو فشر هبتدي ان انا ادخل وعرف شركات زي كده واعد ادخل اقرأ عنهم طب طب الجهاز ده بكام؟ طب الموديلز بتاعتي اكيد الجهاز ده مش نفس اللي اخترعوه او الجهاز او الموديل مزي دلوقتي طب ايه الفرق؟ طب ممكن هلاقيني فيه انواع كزا موديل متواجد دلوقتي طب ايه الفرق بينهم؟ ايه الانسب؟ انا هو واحدة هعمل معمل فاشمعنا مسلا الموديل ده اللي انا هاخده ومش التاني؟ هكيد مناسب ليه في حاجة من ضمن الحاجات المعين اللي انا مسلا هيسعليها مسلا السعر او انا هحتاج عدد معين من كذا وكذا حاجة كمان هكون حبة ان انا لازم اعملها الفولدر زي ما قولت الفولدر للسنتي ساينتست سنتيريز او ايه ده ايه اللي هيحصل ده بالزبط انا عايز اعرف لازم اكون فهمة النظريات اللي انا باخدها في المناهج دي دي بتكون ايه بالزبط؟ يعني الملاكة الاوربيتال ثيري الاتوميك اوربيتال ثيري القصة العالماء دول فكروا ازاي؟ طيب الـ العالماء دول ازاي من اول مرة وصلوا للشكل او الماضل بتاع الاتوم طيب ازاي اصلا المشكلة دي او القضية دي تتحلت؟ وهتعرف ساعتها قصة الـ الـ طيب انا هستفيد ايه؟ استفيد لما تقرأ على العالماء هتعرف ان هو شخص زي وزيك ويمكن كان فرصته اقل لان مما كانش عالهم التكنولوجي زي دلوقتي كان بيفكر بس بس نفس الوقت كان عنده البيزيكس and so here I have to say ان We have to learn the rules in order to break them one day يعني العالم ده كان عارف الاساس بس في حاجات فكر فيها out of the box وبالتالي قدروا يفسروا اللي لقعتهم مثلا طريق الماتريكس ما يدروش يفسروها بالطريقة الطبيعية وينه يشبهها بحاجة طبيعية أو حاجة أوردناري يعني كمان معرفتك بالعلماء والنظريات وكده انت ممكن أصلا فيما بعد يعني انسوا الله بس الموضيع دي لما تفهم وتقرأ أكتر عن النظريات وكده الستوري هنا هتبتدي هنا تربط المعلومات المبعضها هبقى ثهمت زي بالظبط كده الحدوتة ماشي ازاي أو القصة ماشي ازاي كمان ممكن أو ده اللي أنا قلتها لي ان احنا برضو هنعمل يعني الفولدر ده هيكون جواه فولدر لكل واحد منهم هعمل فولدر كده بالمنح فولدر بالتدريبات انا عارفة ان انا مسلا هاعد انا مش هكون عارفة كل حاجة مش عارفة ايه المنح ومش عارفة ايه التدريبات المفروضة انزلها هاعد اسأل وهاعد اشوف في الجروبس اللي على الفيسبوك وهاعد اسأل ده كترة وكل اللي حاجت دي اللي هنعرفها انا بسجلها في نوت وبروح بكتبها عندي على لابتوب وفي الكشكول طبعا احنا لازم انبه واقول وافكركم ان احنا كل الفولدرز اللي احنا عاملينها على لابتوب انا عاملة نوت بوكس يعني كل زي ما انا عاملة فولدر للترميناولوجي انا عاملة كشكول للترميناولوجي عاملة كشكول للتكنيكس والديبايس عاملة كشكول عاملة كشكول كمان تمام عاملة زي نوت كده للسكولرشيب والانترنشيب والجراد سكول ايه هي مسلا من ضمن الحاجات انا عايز اعرفها في طب ايه شكل الابليكيشن? ايه الحاجات اللي انا متقدر اكون عارفاها? طب ايه? طب ايه الشروط كل الحاجات دي? انا ما مكونش عارفة عنها اي حاجة بابتدي ابني مرة ولما ورا مرة? سؤال ورا سؤال اجابات الحاجات دي. فولدر كمان هبتدي هعمله اللي هو انا مساميه يعني زي حاجات كده اللي بتزهر فجأة. الفولدر ده جواه اربع فايلات. اه فايل انا مساميه باب كوستينز باب سكينشوتز اند باب كودز. لو انا مسلا قادة اه في دكتورو هو بيتكلم قال في معلومة كده جديدة رفتة تنتباهي. بس انا مش هلحق حالا انو انا في المخاضرة قاعدة اقرأ بقى وفهم عن اللي هو بيقوله. فهسجل كده المعلومة دي. ولما روح حطها في ال باب انفرميشن فايل عشان اول مفضع او وقت ما يعني اللي يسمح لي الوقت المخصص اللي انا مخصصاه القراءة. هوا ده اقرأ عن المعلومة دي. وانا مسلا او اه وانا بقرأ كتاب انا في سؤال جالي انا مش عايز انسى السؤال فاول حاجة لازم عمله ان انا هكتب السؤال ده. ولو كتبته في ورقة وخلاص وترمت. خلاص. فهعمل ايه? هعمل هكتب برضو السؤال ده فيه 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 من ضمن الادز اللي احنا بنشوفها على الفيسبوك او مسلا اه على اليوتيوب اي مين اه او الواب سايتس المختلفة في حاجة بتلفت نظري برضو ممكن اخدها سكينشوت وحطها علشان فيها بعد اقعد اركز فيها او ايه ده ايه كهاز ده. ده مين ده بيعمل ايه? مسلا. اه بوب كوتس. فايل البوب كوتس. اه ودي يمكن بتفيد اكتر او كده ودي بنشوفها بقى في فيديوز على الانستجرام في بوست على الفيسبوك. فقصص فيه لو اعطت تدور اصلا على جوجل هتلاقي. بس فيه كده بيكون حاجات لك يعني انت حبيب عايز تقرأ كل شوية الكوتس دي من فترة لاخرى. فبردو انا بشيلها في فايل. طيب. كده انا قلت ان انا ازاي هستغل الموبايل اللاتوب والنود بوكس. بس فيه حاجة كمان عايزة اوضحه انا قلت هستغلهم ازاي? بس انا كده مش هبقى غيرت المناخ بتاعي. هبقى غيرت المناخ بتاعي ازاي? عن طريق ان انا هعمل كزا كده ستاب وكزا حاجة هخلي بيهم لما افتح الموبايل هلاقي كل حاجة حوالي موسط بات علمي. طبعا انا مش مش طول الوقت عاعدة بذاكر لأ. بس الحياة الطبيعية اللي حوالي حلم اللي ان ده خلاص ده ما جايلي. هعمل ايه? على الفيسبوك هعيدي على انستجرام على تويتر على التليجرام. هعمل فولو لسينتيفيك بيجز كتير قوي زي ساينس انسا زي ساينس زي ساينس الارت. اه هعمل كمان فولو للجامعات المختلفة والمؤسسات المختلفة زي سبعة وخمسين زي ما هي اه زي الايو سي والجيو سي والنيل والام اي تي وهارفرد وكل حاجة هعمل لها فولو. كمان هعمل فولو لناس كده زي ما بيقولوا في مجالهم زي مثلا دكتر علي عبدو. زي مثلا دكتر سيمح سعد وغيرهم كتير يعني. بس الناس دول لما هتوقت تقرأ البوست بتاعتهم هتلاقي ان انت كل بوست بتقرأوا دماغك بتوسع. هتعرف العلماء دول بيفكروا ازاي. ومش بس اه عرب انت كمان يعني برضو هتلاقي على الانستجرام بزات. اه علماء كتير اوي. لما انت مطاط تتابع بتاعتهم هتشوف الدايلي لايف ستايل بتاعهم. الافري داي لايف هتعرف انه مش مشتور حياته قاعد بيذاكر. لا اذا بيروح الجام وبيخرج وبيصهر وبيلعب يلعب رياضة. بيعمل كل حاجة. and the same time هو مسلا او هو اه اه ادتور مسلا حاجة. في جولنا المسلا. اوكي? هعمل ايه كمان? في بعض اللي انا هنزلها على الموبايل وعلى اللابتوب برضو مهمة. زي مسلا ان انا هنزل على الموبايل. اه زي مسلا ان انا هنزل فيه على الموبايل فيه بالنسبة للغة. انا مسلا عايزة اتعلم لغة. ففي مسلا افليكيشن اللي انا عايزة اعرف كلمات كتير عندي افليكيشن بوردوب. عندي دولينج ومسلا لو انا عايزة اعرف لغتانية زي الالماني. اه في افليكيشن مسلا اصبيلي المثال لباي تكنولوجي بينزل. في الافليكيشن دي كمان للانلاين كورس ودي حاجة احنا متكلمناش عنها قوي. اه ان انا من ضمن الحاجات اللي هتفهمني العلم. مش ان انا عود اقرأ بس. ان انا حد يساعدني ان انا افهم المعلومات دي بسيكونس. انا او عملا بقرأ واعمل اعمل بزبط نفس الاتتوت بتاع الصياد. ان انا واقف يعني قصادي بحر وعمال بصطاد منه قدر الامكان. وكل مصطاد اكتر كل ما ابتدي افهم وربط المعلومات مع بعض. ولكن انا محتاجة مساعدة. فبعمل ايه ساعدها? اللي بيساعدني طبعا الجامعة والانلاين كورس. لو انا مسلا اخدت كورس في فهو الكورس يبقى ماشي بسيكونس معينة اللي يبقى بيندي بتاعته بيساعدني ان انا افهم اكتر. وكمان بيساعدني في اللغة لان الممتر بيكون تمام? مش لازم بس ااخد كورس في مجالي. لا انا ممكن اخد كورس في مجالات مختلفة برضو. زي مسلا نهدت العمال. واتعلم ازاي ان انا هعمل هعمل على الكورس ديت علشان ااخد الشهادة. لما مسلا طافل سي في يكون عندي ان انا كون واخده كورس كزا من الام اي تي دي حاجة تحسب ليا طبعا. كمان ان انا في بيجس لما عملا فالو زي مسلا نيتشر بريفنج هدبقيتلي على الايميل كل شوية او الاخبار الجديدة اللي نزدت مسلا. فدي حاجة كويسة ان انت تكون ان انت مسلا تدخل على مسلا كتبتك كده كارنت باي تكنولوجي نيوز. هلاقي مسلا ساينس انسايدر جايبة كل الاخبار الجديدة. دي من ضمن الطرق اصلا ان انت تعرف ترميناولوجي. ان انت تفهم وتلاقي مصطلحات جديدة وان انت ساعتها تربط بالعلوم اللي احنا كنا بنقمين على العلم. وعلى المنهج يعني مش على العلم على المنهج اللي احنا بنغدوه ده بايزيكس. وانا مش عارفة اربط ده بالسوء العمل. هي بقى الاخبار اللي هتعرفك ان الريبوسومز اللي انت بتاخدها والسنترال دوجما اي احنا بنعمل بها ايه? ايه الابليكيشن بتاعها? ساعتها انت هتبتدي تربط. وبالتالي المعلومة هتثبت في دماغك هتبتدي الحدوثة او زي ما بقول القصة اركانها توضح. من ضمن كمان الابس المهمة جدا اللي لازم تنزلها وتتقنها طبعا المايكروسوفت اللي هي الورد والاكسل والبواربوينت اه جرافباد ايلاستريتور اه كايميرا مسلا بس لازم تكون عارف ان الكمبيوتر سكلز مهمة جدا جدا جدا. واخيرا انا عارف ان انا طغلت تحيي الكلام مهم قوي. وهي انا يعني لو مسموح لي ان انا طول اكتر من كده كنت طولت. اه التودولست يا شباب. التودولست هي ان حضرتك كل يوم المقروض ان انا ببقى عاملة تودولست كده سنوية. داخلها تودولست شهرية. داخلها تودولست اسبوعية. داخلها تودولست يومية. بمعنى. المفروض ان انا كل يوم انا عارفة انا هعمل ايه? اغاتي اليوم انا بعد مياه. اتشعر وهي كانت وايح اتنين ثلاثة. او مثلا العشر حاجات. عشر حاجات يومي ما ينتهيش وانا باعملهم. وانا بقى مش باا é wer taityamate او مش باقى على نفسي انا مش باعد هنا هنا اقول انا ازم اعمل كذا وكذا. انا لازم اكون عارفة. يعني راحي ما الله مرأيه ما عارفه القدر ونفسه. او عارفه نفسه. او عارفه. هنا هكتب العشر حاجات مسلا. او العدد معين من بتاعتي او اللي بفرود اللي انا عملهم. ما عملتهمش. هاجي على نهاية اليوم. هقول اه ده اتعمل صح. هكتب كده. ده اتعمل. ده اتعمل. ده ما اتعملش. وهكون كان بقى حاجات اليوم اللي بعده بالتالي انا هنا اليوم بتاعي مش زي ما بيقولوا كده مش سايح على بعضه او مش مشتت او هنا لو الوقت ضاع هبقى حاسة بقيمته هبقى متدايق هبقى حاسة انه لأ النهار ده كان فيه حاجات المفروض تخلص كمان المفروض يكون فيه يوم ده اليوم المكافأة اللي بعد ما حضرتك ذكرته وخلصته واجتهد الفترة دي او الاسبوع ده لأ انا فيه يوم لازم هريح فيه زي ما فيه يوم هتريح فيه يوم تجميعي كده على احداث وشغل الاسبوع بتاعك يعني مس الاسبوع ده انت قرأت عن عالم جديد قرأت عن تكنيك قرأت عن جهاز قرأت عرفت يعني ايه قرأت اكتر مسلا عن كلمة جين الحاجات دي انت عارفتها في الاسبوع هدي في اخر الاسبوع انا هاجي عن الحاجات دي واعد اراجع كده انا كزا وقرأت كزا وكزا وكزا بيراجع بالم الحاجات ديت لو اكتشبت ان انا كنت عارف معلومة غلط انا بصلحها وبنينجي بعد كده قدي النفسي بريك وبكون طبعا كل يوم بالليل انا بكتب او عارف التودولست بتاعتي الصبح انا هعملها ازاي ولازم اكون طبعا في زي ما خدتوا لكتور عن التايم مانجمينت ان انا بسيب وقت لي زي ما بقولوك هده الحاجات اللي انا معرفش ممكن تحصل ازاي. كمان بالنسبة للانجليش وبدي حب حاجة ان انا برضو اقولها او افيد بيها. اه زي اي لغة لازم زي ما اكون عندي اه كلام هيبع عندي كلام ازاي تقرأ كتير جدا. اقرأ ايه بزبط? انت لو كتبت بس على جوجل لو جبت اخصصة اللي انت كنت بتاخدها زمان في المدرسة وعطت تقرأها تاني. اه هتاخد بارك. لو جبت اللي عطت تقرأ بوست بالانجليش على الفيسبوك مش اكتر. مش هزم تكون بوست سالمية. لو بوست سعنا بطبخة حتى. اه كمان اهم حاجة ان انت تسمع لان حضرتك انا شغلي هيبقى بالانجليش انا دراستي بالانجليش. يعني انا في الولان كورس وانا بسمع انا بسمع بالانجليش. لما تخرج ان شاء الله وتسافر او حتى المفروض هنا الكلام او الشغل الانجليش. انت الكلام اللي انا بتعمل به انجليش. طب اللي سنج هسمع ازاي من غير اي فلوس انت هتو تتفرج على اي فيلم على ام سي تو ام سي اكشن او بتاعتك. اه حتى لو عايز بقات تداملود او حاجة ما نعليشي بس او ناتفلكس. اه طب تتفرج وانت بتتفرج على فيديو على اليوتيوب. يعني الا زي ما بيقولوا للشديد الاوي. ليه بقى? لان انا هنا انا بجبر عقلي انه هيتبرمك او انه هو هيفهم ده. علشان اتابع احداث الفيلم فهو انا انا عايزة افهم او هاضطر هجبر عقلي انه هو يفهم الكلام اللي بيتقال. انا عارفة ان الكتر كانت حقيقية طويلة بس انا يعني للاسف ما اخدناش وقت ان انا اقول بعد لك ادامك سالة بس ازدي ازاي ان انا هربطها بالبحث العلمي ولكن العلم اللي حضرتك هتبني ده بضمن وسائل التدريبات او التطوع هي البحث العلمي. فالمفروض انا لما هاخد المنهج ده وهو ده اقرأ عنه وهفهم تكنيك وهفهم دباعس وهفهم كل حاجة يعني مش هقول كل حاجة يعني ولكن هفهم قدر كبير منها. ده هيساعدني ان انا هشترك في بحسي ان انا هشتغل على فكرة معينة وانا عارف انا بعمل ايه. عارف مسلا اه ان من دراستي لعلم في ان انا ممكن ازود عن طريق ان انا اقل بتاع معين. فده انا ممكن اقول في يا شباب احنا عايزين كزا نعلي انا عايز اصرع كزا فانا هستقدم كزا او ان انا هجيب يبطق لي وبالاضافة ان انا هاقلل بتاع اكتنت بي. انا عارفة ان انا ما قدرتش اقول الكلام ده باستفادة ولكن لاهمية اكس اللي قلناها في الاول ان اللي رمصت بيها لي الاكاديمك سلبس العلم ان زي تكون طالب علم نصطالب منهج. حقيقي كان نفسي اطول بس يعني نصطالب منهج. هستيب رقمي لأي حد طبعا حيبت يسأل في اي حاجة هقول بدي بدي تيلز اكتر ان لأتشالي ام تانكتول وان انا دورة زي تلك. شكرا و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة